اصبحت الهجمات السيبرانية على الأفراد مصدر تهديد خطير مما يستدعي فهمها وطرق الحماية منها وقد تتخذ هذه الهجمات أشكالا متعددة مثل التصييد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية إضافة إلى البرمجيات الخبيثة للحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبدالقادر بن خالد مدير الإبتكار في مجموعة فضاءات صباح الخير صباح الخير أهدو صباح الخير لكل متابعي تليزيون الأرض أهلا وسهلا فيك معنا الهجمات السيبرانية صلنا هيك عننا فكرة تقريبا عنها ولكن أكيد هناك أنواع مختلفة ما هي الأنواع الأكثر شيوعا اليوم التي تستهدف الأفراد فعلا قبل الإجابة على هذا السؤال عندما نتكلم على الهجمات السيبرانية على الهجمات الإلكترونية فهي هجمات تستهدفنا نحن نحن الأفراد العادين أنا لا أتكلم هنا على هجمات تستهدف دول أو شركات كبرى وإنما تستهدفنا نحن المستخدمين العاديين للإيميل للتطبيقات البنكية للحسابات البنكية الخاصة بنا فهذه الاستهدافات تخسر أو تكلف العالم سنويا خمس تريليونات دولار التريليون هو ألف مليار دولار نحن نتكلم على مبالغ هائلة جدا يتم خسارتها كل سنة بسبب هذه الهجمات السيبرانية أنواع هذه الهجمات السيبرانية كثيرة جدا ومتعددة لكن أحد أبرز هذه الأشكال هي التصيد التصيد أو ما يعرف به الفيشنغ هناك الاحتيال الإلكتروني الآخر هناك الهندسة الاجتماعية هناك الاستهداف بالبرمجيات الخبيثة وقد يكون لنا الوقت لتفصيل كل هذه الأسليب في هذه الفقرة بالتحدث عن تصيد الإحتيال كيف يعمل هذا التصيد وهل هناك طرق معينة لتجنب الوقوع في هذا الاحتيال فعلا التصيد الإلكتروني من اسمه الفيشنغ يعني هو كصيد السمك يرمي الصائد وصنارته في البحر وينتظر من بين مئات ربما ألاف الأسماك أن تأتي سمكة واحدة لتبتلع هذا الطعم نفس الفكرة في التصيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت يتم تصميم صفحات مشابهة لصفحات المواقع التي نزورها يوميا مثل صفحات البنك، صفحات المدرسة، صفحات العمل الصفحات التي نزورها يوميا تصميم صفحة أمر جدا بسيط يعني هاتي لأي موقع إلكتروني في العالم ليكون فيسبوك، أبل، تويتر، أي موقع من المواقع يمكن تصميم صفحة تشابه هذا الموقع مئة بالمئة في غضون دقائق يعني يمكن نصف ساعة، أربعين دقيقة ماكسموم يتم تصميم هذه الصفحة ويتم وضعها على الإنترنت وأرسلك الرابط أو أرسل هذا الرابط إلى آلاف الأشخاص أو لمئات الأشخاص لابد من وجود خمسة أو عشرة أو عشرين شخص سوف يضغطون على هذا الرابط وسوف يظنون أنهم في فيسبوك أو في تويتر وسوف يدخلون معلوماتهم يعني البريد الإلكتروني وكلمة سر ويضغط زر الدخول عند الضغط على زر الدخول هو لا يدخل إلى تويتر أو لا يدخل إلى فيسبوك لأن الصفحة احتيالية لكن الصفحة في الخلف سوف ترسل هذه البيانات إلى المحتال سوف ترسل له كل هذه البيانات التي أدخلها من إيميل من كلمة سر أي يكن سوف تصل إليه كيف يمكن تجنب طب هالموضوع؟ تجنب هذه الاحتيال عبر التصيد الإلكتروني هو بمعرفة ما هو الرابط الذي دخلت إليه يجب أن تتأكد إذا دخلت إلى فيسبوك دوت كوم حذري أن يكون فيسبوك بثلاثة أو أو أربعة أو عوضين أو مثلا يتم تغيير العنوان بعبارات بسيطة أحيانا إضافة كي إضافة ف في البداية يعني العين لا تلتقف هذه التغييرات فيقع الناس ضحية للإحتيال لكن هناك قاعدة عامة في قصة الإحتيال وهو أن تكون دائما الشك حتى لو كانت هذه الرسالة من فيسبوك يجب أن تكون دائما الشك حتى لو كانت من بريد إلكتروني لصديقي يجب أن تكون دائما الشك اسأل نفسك عشر إلى عشرين سؤال لا ترد لا تتفاعل مع هذه الروابط إلا إذا كنت متيقنا مئة بالمئة إذا كان عندك هذا الشك وهذه هي ردة الفعل سوف تتجنبنا الإحتيال الإلكتروني أو التصيد بالفعل لازم نعمل على موضوع الثقة أن لا نثق يعني دائما بأي موقع إلكتروني أو أي شيء خص التكنولوجيا وعالم الإنترنت اليوم لأنه الاحتيال كثير الهندسة الاجتماعية التي يستخدمها أيضا مهاجمون الاحتيال على الأشخاص ما هي هذه وما هي أساليبها؟ الهندسة الاجتماعية عندما نتكلم عن الهندسة الاجتماعية كلمنا على التصيد أنه طعم لألف شخص الهندسة الاجتماعية تستهدف شخصا بعيني عوض الذهاب إلى مئة شخص أو إلى ألف شخص سوف أستهدف شخصا بعيني أنا أعرف عهد وأعرف إيميلها وأعرف المعلومات التي حصلت عليها من الأنترنت أعرف جزء كبير من حياتها فسأكون هذه الصورة أعرف أنها تظهر على التلفزيون العربي في التوقيت الفلاني أعرف أنها سوف تذهب إلى بيتها في التوقيت الفلاني عندي مجموعة معلومات اجتماعية عنك فعندما أستخدم هذه المعلومات الاجتماعية في إرسال رسالة احتيال إليك سوف تظنين بأنها فعلا من البنك تظنين أنها فعلا من المكان المناسب فممكن يأتيك من الحساب البنكي الأستاذة عهد مرحبا معلومات دقيقة عنك ربما حتى الآيدي الخاص بك يكون موجود لأنهم حصلوا عليه بطريقة أو بأخرى فستعرفين بأن هذه الصفحة صفحة حقيقية وتدخلين إلى هذا الرابط وتدخلين إلى البنك وراح عليك المليون ريال موجودة على الحساب يعني لا راح المليون مش خبرية خوافت مجرد أنك تذكرت الموضوع فالهدسة الاجتماعية تستهدف أفراد بعينهم وليس مجموعة من الأشخاص بعدما يعرفوا عنهم الكثير من المعلومات لذلك دائما ننصح الناس بتجنب نشر المعلومات الخاصة لكن حتى بتجنبك لنشر هذه المعلومات هناك معلومات يعرفونها الناس بطريقة أو بأخرى الفاعل لأنه اليوم المواقع الإلكترونية والصفحات مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك تطلب منك بيانات شخصية وأنت مضطر أنك تضع هذه البيانات وهنا الخطورة في هذا الموضوع يعني أدما قدرنا أنه نتجنب ولكن في بياناتنا موجودة عند أشخاص معينين اليوم طيب استغلال البرمجيات الخبيثة كيف يتم في الهجمات السبرة؟ صحيح نحن نعرف أنه حوالي 30% من الأجهزة حول العالم تشتغل ببرمجيات قديمة جدا لم تحدث يعني تجدين فيها مثلا نسخة من مايكروسوفت وورد أو مايكروسوفت أوفيس لكنها كانت في 2014 أو 2015 ولم يتم تحديثها من 2014 إلى اليوم نحن نتكلم على عشر سنوات في العشر سنوات هذا اكتشف المخترقون عشرات الثغرات في مايكروسوفت في مايكروسوفت أوفيس ماذا تفعل مايكروسوفت؟ تبع التحديث للمستخدمين حتى يحدثون البرنامج بسدي هذه الثغرات ماذا لو لم أحدث أنا هذا البرنامج؟ سوف أكون عرضة لهذه الثغرة موجودة هذه الثغرة يمكن عن طريق صفحة وورد عن طريق مايكروسوفت أوفيس عن طريق أي برنامج بسيط في الجهاز فيه ثغرة متصلة بالأنترنت يمكن المخترق أن يصل إليه لذلك يجب علينا أولا أن نتأكد من أن البرمجيات الموجودة في أجهزتنا محدثة بشكل كامل يجب أن تحديثها بشكل دوري يعني مهم دائما تحديث التطبيقات وهذه الأمور بشكل دائم بالضبط ولا ننزل أي تطبيق نحن لا نعرفه خاصة تطبيقات الألعاب في كثير من تطبيقات الألعاب التي تستخدم في الإحتيار الإلكتروني يتم تنزيلها خارج المتاجر الرسمية خارج جوجل بلاي وخارج أبل ستور يتم تنزيلها إلى هذه الأجزاء وبالتالي تكون متخمة بالبرمج الخبيثة بالبرمج الخبيثة التي تعرف عنها المعلومات الشخصية وقد تسرق بياناتنا الشخصية لإستخدامها ربما في الهندسة الاجتماعية يعني قبل أن يدهمنا الوقت كثير من المواضيع بخصوص هذا الموضوع خلينا تحدث أيضا عن موضوع الأطفال وحماية الأطفال ونعلم أن الأشخاص دائما يستهدف الأطفال أيضا يعني موضوع الهندسة الاجتماعية ممكن تستهدف طفل بعينه لأنه الطفل ما عنده هذا الوعي الكافي بالمواقع اللي لازم يدخل عليها كيف يمكن حماية الأطفال من هذه الهجمات السبرانية؟ فعلا عهد الحلقة الأضعف في حياتنا هم الأطفال لذلك لا يجب أن نعطيهم سلطة أعلى على الأجهزة تكلمنا عن هذا سابقا في البرنامج كيف عندما نعطي الجهاز للطفل يجب أن يكون جهازا مقيدا يتحكم فيه الأهل في برمجياته وفي التطبيقات التي ينزيلها لأن الطفل ربما ليس عنده هذا الوعي يجب أن نكون على الطلاع دائم بالتطبيقات التي يستخدمونها تكلمنا سابقا في البرنامج عن التطبيقات التي توفرها جوجل لحماية الأطفال التي توفرها مايكروسوفت لحماية الأطفال يجب أن نستخدم هذه التطبيقات في الهواتف المخصصة للأطفال حتى نراقب حتى عن بعد يمكننا أن نراقب الآن أن أدخل إلى هذا التطبيق وأرى ابني ما هو التطبيق الذي يبتحه الذي يستغرق فيه وقت أكبر مع من يتواصل فيجب أنا من أحميهم لا يجب أن نتكل على الوعي عند الأطفال الأطفال قد لا يكون عندهم هذا الوعي الكافي بالعكس في أمور ممكن أن تغريهم يمكن بالضبط بضبط لسيما الألعاب بل التواصل لا يعرف مثل هذه الأمور سؤال أخير وسريع في حال تم الإختراق الأمني وأيضا هذا الهجوم السبراني هل نقول أنه في هناك أمل أنه يمكن لإحداث أي تغيير أو أنه نرجع نعاود هذا الإختراق بطريقة نرجع المعلومات بمجرد اختراق مهما كان هذا الاختراق البريد الإلكتروني حسابك في البنك أي يمكن أي اختراق يجب أن تبلغي الجهة المعنية بالأمر إذا تم اختراق البنك مثلا حسابك في البنك بلغي البنك مبارشرة أوقفي البطاقات البنكية يجب التواصل بشكل سريع مع الجهة التي تم اختراقها إذا تم الاختراق مثلا في بريد العمل يجب إبلاغ جهة العمل الـ IT أن تم فيه اختراق يجب أن تتواصل بسرعة أو التتحرك بسرعة للتبليغ وبعد ذلك لا يجب أن تخضع لأي ابتزاز بعد الاختراق لأن الاختراق يأتي بعده الابتزاز لسيما إذا وصلوا إلى صور شخصية ووصلوا إلى معلومات فيصل بعده الابتزاز لا يجب الإنسان أن يخضع أبدا للابتزاز لأن أي ابتزاز سيأتي بعده ابتزاز أكبر وهكذا لكن دائما نعود ونقول بأن الشك في كل شيء في كل كبيرة وسغيرة هو سبيلنا الوحيد لعدم التفاعل مع المخترقين طبعا هذه الفقرة قد لا تغطي كل شيء لما نتكلم على الاحتيال العاطفي الأكيد بدنا حلقة أخرى للحديث عن هذه الموضع شكرك أنا عبدالقادر بن خالد مدير الابتكار في مجموعة فضاءات شكرا جزيلا لك شكرا